السلام عليكم يا ثاني كيف حالكم؟ اليوم سوف نتعلم درسا جديدا في مادة التربية الإسلامية ولكي نتعرف عما يتحدث ذلك الدرس دعونا نرى القصة التالية ذهب الدعاء لزيارة جارتها فاطمة فدخلت بيتها من دون استئذان ونادت عليها بصوت مرتفع يا ترى هل كان تصرف دعاء صحيح؟ لا تصرفها كان خطئ يا ثاني أحسنتم ما الأخطاء التي وقعت فيها دعاء؟ أنها دخلت بيت فاطمة من دون استئذان ونادت عليها بصوت مرتفع ها هي الأخطاء التي وقعت بها دعاء ماذا ننصح دعاء يا ثاني في الزيارات القادمة؟ هيا انصحوها معي يا ثاني يجب عليك يا دعاء أن لا تدخل البيوت دون استئذان أحسنتم وأن تخفضي صوتك عندما تنادي على من ذهبتي لزيارته أحسنتم يا شطار إذن ماذا تتوقعون عما يتحدث درسنا عما يتحدث درسنا يا ثاني أحسنتم عن آداب الزيارة آداب زيارة الجيراني وآداب زيارة الأقارب وعندما نريد أن نزور أي أحد يجب علينا أن نتحلى بآداب الزيارة لنرى بعضا منها معا هيا يا شطار لقد حثنا الإسلام على التزاور بين أبناء المجتمع لأن ذلك ينشر المحبة بيننا ويزيد الألفة لذلك وضع هذه الآداب حتى تعم المحبة والألفة بيننا وتصبح قلوبنا بيضاء صافية على بعضنا البعض وحتى لا يتأذى أحد من زيارة الآخرين لنرى الأدب الأول من آداب الزيارة ترى؟ الأدب الأول أختار وقتا مناسبا للزيارة لا أذهب في نصف الليل ولا في الصباح الباكر جدا أختار الوقت الذي يناسب الأشخاص الذين أريد الذهاب لزيارتهم والإطمئنان عليهم لنرى الأدب الثاني أستأذن قبل دخولي وذلك بأن أقرع الجرس أو أدق الباب ثلاث مرات أستأذن قبل دخولي يجب علي أن أدق الباب وأطلب الإذن بالدخول ولا أدخل دون استئذان لنرى الأدب الثالث أذكر اسمي إذا سئلت عنه قمت بدق الباب وسألني من الطارق؟ أقول أنا فلان الأدب الرابع أسلم ثم أجلس حيث يرغب صاحب المنزل في المكان الذي يريد أن أجلس فيه صاحب المنزل أذهب وأجلس ولا أختار أنا المكان الذي أريد بل المكان الذي يريده صاحب المنزل ولدينا الكثير من آداب الزيارة فكروا فيها يا شطار وقوموا بإرسالها لي إذن آداب الزيارة التي تعرفنا عليها اليوم ما آداب الزيارة؟ أختار وقتا مناسبا للزيارة أستأذن قبل دخولي وذلك بأن أقرع الجرس أو أدق الباب ثلاث مرات أذكر اسمي إذا سئلت عنه أسلم ثم أجلس حيث يرغب صاحب المنزل لذلك يجب أن أجلس لنعيدها مرة ثانية أختار وقتا مناسبا للزيارة أستأذن قبل دخولي وذلك بأن أقرع الجرس أو أدق الباب ثلاث مرات أذكر اسمي إذا سئلت عنه أسلم ثم أجلس حيث يرغب صاحب المنزل لذلك يجب علينا أن نحرص دوما على أن نلتزم بآداب الزيارة لأن من فائدتها تنشر المحبة والألفة بين الناس أحسنتم يا شطار والآن هيا دعونا نقم بحل أسئلة الكتاب معا هيا افتحوا الكتابة صفحة 42 أضع إشارة صح بجانب السلوك الصحيح وإشارة خطأ بجانب السلوك الخاطئ لنبدأ بالسلوك الأول أكثر من قرع الجرس إلى أن يفتح الباب خاطئ أحسنتم عندما أزور أحدا في بيته أجلس في المكان الذي يختاره صحيح أطيل الجلوسة إذا زرت صديقي خاطئ أحسنتم أختار وقتا مناسبا لزيارتي قريبي صح أحسنتم لنكمل إجابة باقي الأسئلة يقول السؤال املأ الفراغات بالكلمات المناسبة فيما يأتي حث الإسلام على التزاور بين أبناء المجتمع لأن ذلك ينشر المحبة ويزيد الألف أحسنتم ينشر المحبة ويزيد الألف من آداب الزيارة التي أستأذن أنني أستأذن قبل دخولي وذلك بأن أقرع الجرس أدقه مرات كثيرة لا ثلاث مرات أحسنتم والآن جاهزوا دفتر الدين وقوموا بكتابة التلخيص ثبتوا الصورة هنا وقوموا بكتابة التلخيص لآداب الزيارة ووفقكم الله لكل خير يا طلابي المميزين الرائعين أحبكم